شهر الله المحرم أي عام تأتي مثلا مؤرخ في شهر شعبان ولا يدي هل هو شعبان هذا العام أو شعبان من عام سابق عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم في وضع تأريخ للمسلمين وتشاور الصحابة في ذلك واتفقوا جميعا على أهمية وضع تأريخ للمسلمين واختلفوا في بداية هذا التاريخ من أين يبدأ فقال بعضهم يبدأ من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم يبدأ من أحداث سموها ورأى أكابر الصحابة أن أعظم حدث في السيرة النبوية أنه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لأنه بهذه الهجرة تكونت الدولة الإسلامية في المدينة وأصبح للمسلمين قوة انطلقت منها رسالة الإسلام ونور الإسلام فاتفق الصحابة بعد التشاور على أن يجعلوا بداية التاريخ القمري أن يجعلوا بدايته هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأصبح التاريخ الهجري ولذلك يقال الهجري نسبة إلى الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أي أن سنة الهجرة تعتبر سنة رقم واحد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة حجة الوداع في السنة العاشرة فتح مكة في السنة الثامنة وهكذا فإذن كانت بداية التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الاختيار من الصحابة اختيارا موفقا إن الهجرة هي من أعظم أحداث السيرة ولذلك اتفق الصحابة على أن تكون بداية تاريخ المسلمين منها ترجمة نانسي قنقر